بفيديو اليوم راح تكلم عن الحلقة رقم 13 من الجزء الثاني بكرتون أورل مورل أو مورل أورل دائما بلا خبط به الاسم الحلقة هي صراحتا واحدة من أجمل الحلقات بكرتون أورل مورل أول شيء انه راح تضحكك كتير ثاني شيء ما راح يكون فيه شيء وسخ كبعض الحلقات اللي موجودة فيه أو معظم الحلقات اللي موجودة بأورل مورل فرح تتفرجوا عليها بهناء وسلام وأمان فالأمور طيبة بهالحلقة وإذا كنت جديد على القناة وما بتعرف شيء عن هذا الكرتون الكرتون هذا كان ينعرض على كرتون نتورك زمان تقريبا يمكن بألفين وستة ألفين وسبعة وكان ينعرض بعد الـ 12 بالليل بعد الـ 12 بالليل كانت كرتون نتورك تتحول لقناة اسمه Adult Swim كان ينعرض عليها كرتونات يعني للكبار يكون فيها مشاهد وسخة لغطات وسخة كلام وسخ حتى فهذا الكرتون اتمادة ببعض الحلقات فشالوه من قناة كرتون نتورك لكن الشي غريب أنه قناة كرتون نتورك كانت للأطفال وما أعتقد كل الأطفال كان ينموا يعني 9 ساعة 12 أنا أحيانا كنت أسهر لما من يكونوا موجودين مثلا أهلي بالبيت أو طالعين أو نايمين أتسلل من وراهن وأروح أتفرج فقد أفتح مثلا ويطلع لي هيك مصيبة هي شغلات كتير وسخة فيه صراحة فخلونا هلأ نتكلم عن الحلقة هنشوف بالحلقة أنه أوريل مشتري غنية جديدة ولعبة بنفس الوقت بتخص شي بالديانة المسيحية الغنية غنية يعني مسيحية دينية وبتتكلم أنه إذا حدا أزاك عطي خدك الثاني وأوريل صارع الدنيا وصارع البيت ما عم بيخلي حدا ينام طول الوقت ماسك الطابل عطي يعني عطي خدك الثاني وعم بيتفرج جوا شغلة واحد عم بيضرب وحده ولما يضرب على خده بتعطي خده الثاني إنه ضربني هون كمان شو معناها الكلام؟ معناها بالديانة المسيحية إذا واحد غلط عليك يعني هيك حكى سيدنا عيسى بالديانة المسيحية إنه إذا واحد غلط عليك فعطي خدك الثاني خليه يغلط عليك كمان معناها إنه التسامة بيدل على التسامة هيك كان معناها بس مو معناه الحرفي إذا واحد يمكن ضربك بوكس تعطي خدك الثاني يضربك بوكس لأنه هذا الشي غلط لازم تدافع عن حالك يعني فما أعتقد هذا الشي صح أبداً فأوريل أخذ الكلام يعني مثل ما هو بالضبط فإذا واحد ضربه بوكس رح يعطي خده الثاني يضربه بوكس فأخر شي أمه لأوريل يعني صرعت ما عم تقدر تنام وأوريل أبعشرين ساعة عامل أصوات وصوت عالي وغناء وطبل ومبسوط بالغنية الدينية هاي تدخل عليه بالغرفة بتقول له خلاص ابن الحلالة رحمنا بدنا نعرف النام وخلاص يعني عدة كتير يعني وضع اشتصار زناخة كتير وأرف بعدين أوريل رح يكون طالع على المدرسة وهو طالع رح يكون مع صاحبه وصاحب رح يكيله إنه شو عملت بالورشة العمل تبعيتي الخشب قال له أنا صنعت شغلة مشان أبوي يصير يعلمني عليها بدل شاط اللي هو الحزام فإنه اخترعت له شي جديد عصايم مشان يصير يضربوا فيها فكتير أوريل يعني صراحة بيزعع الوضع يعني متعود على الضرب لدرجة صار يخترع شغلات ينضرب فيها وضعوا حزين جداً وبعدين هن رايحين على المدرسة بالطريق رح يشوفوا شخص هذا الشخص رح يكون هو المتنمر تبع المدرسة فرح يمسك أوريل وصاحب الأوريل رح يحكيله إنه هذا رح يضربنا وهذا متنمر وهيك قل له أنا اليوم رح أعلمه الدرس وهذا الدرس إنه خليه يضربني هون وبأس يضربني هون رح أعضيه خد ثاني يضربني عليه فأوريل أول ما نضرب ها معصب أنا أتفك خلص حيقوم يضربوا للولد لا ها معصبه خد ثاني اللي يضربني هون يا الحبيب وبعدين رح يرجع البيت وهو مضروب عيونه بنفسجية وأمه بتطلع عليه أصلاً ما بتنتبع عليه بتكون عم بتنظف البيت عنده هوس بنظافة البيت ولما يدخل بتقول له كيف كانت المدرسة بحكي له أنه المدرسة كانت رهيبة فنان اليوم وعلمت واحد شي بخص الديانة المسيحية بعدين رح تضل شغالة غنيت هاي يعني عطيه خدك الثاني وأوريل كل يوم عم بيروح على المدرسة عم بيتنمر من هداك الولد وعم بينضرب وأوريل مثل الغبي كل يوم عم بيعطيه خده وعم بيخليه يضربه هو هيك بباله أنه مفكر عم بيعلمه شغلات دينية من البايبل اللي هو الإنجيل من شان أنه يقنعه ويعلمه شغلات يعني منيحة بدينه أنه عادي هيك حكا أنه جيزيز لازم نعمل اللي هو اليسوع أو عيسى أنه لازم أنا هيك أعمل فهو على هالأساس عم بيمشي والمسكين كل يوم عم بيجي على البيت وعم بينضرب لدرجة كل جسمه يوميا من الأيام صار هيك كله دم ومضروب بطريقة صراحة زعلت عليها كتير كيف أنه شكله عبيط وهو نفكر حاله أنه عم بيعمل شيء منيح بس هو الغبي عم بزيت حاله يعني للضرب عمل حاله الدم يضرب وعم بينضرب كل يوم بس هو وهيك نفكر حلو عم بيعمل شيء منيح فمسكين صراحة والأسوء من هيك أنه أهله ما أحدا نتبه عليه وعادي ما أحدا حكى شيء أسلما أوريل كال بنحمام وزيت لبسه اللي عليه دم وسخ وأمه كانت تحت عم بتشيل الوسخ فشافت الدم على الكنزة وأ parlت لا لازم أوقف حد للموضوع فراحت عند زوجه وحكت لزوجه أنه أوريل لازم تجعيله حل لأنه صراحة الموضوع زاد عن حده وفيه واحد عم بيتنمر عليه وكل يوم عم بيضرب وكل يوم عم بيجيب لي لبس هو وسخ وكل يوم عم بيعمله غسيل هيك أنا معم بقدر فهي اداعت مو لأنه أوريل عم بيضرب لا هي اداعت أنه أوريل كل يوم عم بيجيب له غسيل وكل يوم عم تغسل فهذا الموضوع صراحة بداية يعني إنسى أنه أوريل عم ينضرب عادي ما بيهمة هي هي بيهمة أنه كل يوم عم بغسله يعني ما بيصير هيك ولما كانت عم تحكي هذا الكلام لزوجة زوجة عادي ولك أنه في شيفا حكيت له أنه لازم نزيد الميزانية إذا هيك فهو سمع فيه ميزانية فيه مصاري بالموضوع قال لا لازم أهم أحكي أنا مع أوريل كمان ما كان هامه أنه أوريل عم ينضرب كمان كل يوم فماشى العيلة تعييس الزبالة جدا فلما يطلع الأب لبرة رح يلاقي أوريل مركب جهاز بوكسات عشان ينضرب عليه ويمرن حاله ويتعوض على الضرب خلص وبعدين بيكون الأب بديه يحكي مع أوريل وموجود شيبي اللي هو أخوه اللي صغير بس هذا أبو أخوه اللي صغير وبيقول له خود فيه مفاتيح وبزطله إياه عشان يروح يلحن كأنه كلب فبعدين أوريل بيحكي للأب أنه هذا عفكرة مو الشيبي ما بيخليه يكمل كلامه وهي كل مرة عم بيحكي له ياها أوريل لأبو إنه هذا مو أخونا هذا مو الشيبي ترى ما حدا منتبه بعدين أبو بيعلمه إنه لما حكى الجيزز إنه عطيه خدك الثاني معناه إذا واحد غلط عليك لفظيا مو إنه جسديا وضربك أو إنه أهانك أو شي فيك تسامح وخلص تمشي هيك معناها مو معناه إذا ضربك تضل وقف قدامه وتخلي يضربك معناها إنه أناك عنا بسامحك فهون أبو لأوريل حكى له إذا شفت واحد فارجاك القبضة تبعيده اللي هي الفست يعني على السريع بتعلمه درس وبتضربه إنته فقال له هذا المعنى الحقيقي إنه لازم أنت تعطيه الخدك الثاني أو تعطيه خده الثاني تضربه فيه فقال له أيوة أوريل يعني إذا شفت أنا واحد عمل هيك فلازم أضربه قال له بس الترتيب عندي أنا فأوريل هون بيروحها للمدرسة ومتحمس وموره طيبة فبدي يرد على اللي يتنمر عليه فبيلاقي ماسك صاحبه وجاي اللي يضربه فبيمسك هيك المتنمر بيعمل بيده هيك بدي يعمل بوكس فبيروح لعنده أوريل وبينزل فيه ضرب بأدبه دقديب وطلع أوريل على فكرة قوي أنا ما كنت متوقع وبعدين هو ماشي رح يمر من العيادة ورح يلاقي واحد عامل هيك مسكر إيده مشان ياخده دم من إيده بس نسكر إيده عاملة على شكل بوكس وهو مريض والله صغير ما قصده شي بيدخل له نيك بيعطيه بوكسين على السريع وبيطلع وخلاص أخذ الموضوع بطريقة جدا غلط وبعدين هو طالع على الفسحة بيلاقوا فيه اتنين عم بيلعبوا مع بعض وفيه قدام من كرة فالبنت بتعمل هيك عشان تخبط الكرة فأوريل رح يشوفه البوكس فبيروح لعند البنت وكمان بنزل فيه بوكسات على وجه وبعدين هون أحلى شي بيكون طالع على الشارع بيلاقي فيه قطة مسكينة عم تلعب مع الفراشة بعدين بتسكر إيدهي وعم تلعب كمان بنزل فيه بوكسات وبيضربها للقطة لاني عملت هيك فأوريل لا مسكين ما بيعرف يفهم شي منيح بياخد كل شي بيح زفيره وبعدين أوريل رح يروح على الكنيسة رح يلاقي واحد عمل هيك عجوز عم بيدعي ربه بيسكر إيده فلما يشوف سكر إيده صار شكل بوكس كمان بيروح بيضرب بيضرب أي واحد رح يسكر إيده بعدين بيكون راح يلعب مع أصدقائه لعبة هيك بيمسكوا فيه العصاي وبيضربوا الكرة وبيلاقي صاحبه انه مسك العصاي بإيده صار شكله على شكل بوكس فأوريل بيروح كمان بيروح بيضربوا لصاحبه لأنه سكر إيده فخلص أوريل هون ضع ضع بعدين بيكون طالع هو صديقه عادي بعدين صديقه بيحكي له شو رأيك انه نلعب حجرة ورقميقص وبيحكي له اوكي يلا نلعب حجرة ورقميقص فأوريل بيعمل حركة وصاحبه بيعمل حجرة وهي على شكل بوكس فأوريل على السريع بيعصب بيحط أصابعه بعيونه طرح طرح بضربوا كفين ثلاثة بوكسين والأمور طيبة وهون أحلى شي صراحة أكتر شي عجبني بهذه الحلقة بيكون قاعد بالبيت وبيشوف أمه ماسكة عصاي وعبت تنظف بالبيت فبتسكر إيده على شكل بوكس فبينزل بأمه بوكسات طرح بينزل فيها ضرب مو طبيعي بعدين بيدخل الأب لجوه بيلاقي انه أوريل نازل ضرب بأمه والأب بعصب بيمسك العصاي صار شكله كمان على شكل بوكس بينزل أوريل ضرب بابنه بيعلمه الأدب صراحة أنا مبسطت على أد ما كان أبوه بيضربه لأوريل هنا أنا مبسطت كيف انتقم منه صراحة ومسك العصاي وصار طرح طرح لطيسه لأبوه لحتى أنه لدرجة كسر العصاي على أبوه من كتر الضرب لدرجة حتى لما أخذ أوريل معه لفوق على الغرفة أبوه لأوريل مع انت طاقة تعبان المسكين أد ما أكل ضرب من أوريل قال له أنا ما رح أضربك اليوم لأنه صراحة تعباني كتير بعدين هون أبوه لأوريل رح يحكي له أنا ما رح أضربك لأني صراحة أنا حكيت لك تعمل هيك بالضبط وأنت عملت هيك بالضبط فأنا ما حس أنه أنا علمتك شي غلط فما رح أضربك على هذا الشي فرح يصير في وقت فاضي كتير بالعادة بهذا الوقت الفاضي كان دائما أوريل بيكون عم بيضرب وعم بياخد نصيحة من أبوه بهذا الوقت فما في نصيحة وما في ضرب فبس أبو لأوريل قال له ضل دايقة بس خليك واقف فبقوا في تفرجوا على بعض لحتى ما تخلص الحلقة فكانت الحركة حلوة أنه مظل يتفرجوا باسيك على بعض لحتى أنه تمر دايقة بعدين بتخلص الحلقة خلاص عادي فصراحة الحلقة كانت جدا مضحكة وجميلة استمتعت فيها كثير والحمد لله ما كان فيها شي سيء يعني ما كان فيها شغلات وصخة مثل باقي الحلقات فإذا عجبتك هذه الحلقة لا تنسى لايك وسبسرايب وكتب لي تحت بالكومنت إذا عجبتك أو لا وتعلى عندي عن استجرام وكتب لي كلمة سحرية وساما أنا أجيتك من اليوتيوب ودخول بالموضوع اللي بدك يا مو بس كتب لي أنا أجيتك من اليوتيوب لا احكي لي شو بدك موضوع فكرة إن شاء الله رح أرد عليك وإذا بدكم تدعموني دعم جباري يكون فيه اشتراكات بالقناة فاشترك باللي بدك يا رح يعطيك مزايا خاصة فيك أنت وكل الاشتراك له ميزة بتفرق عن التانية والاشتراك رح يكون من خلال الكمبيوتر مو من خلال التليفون رح تكبس على جوين أو الانضمام بهالطريقة بتكون أنت صرت من العائلة الكبيرة تبعيت وساما قاق على اليوتيوب وبالنهاية بحب أشكر الداعمين أشوفكم بالفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة